اشتركوا في القناة ووراك في النجوم الجو اللي حلوي بص انا بعتبر المهرجان ده نتيجة اخر السنة طول السنة بنشتغل كويس قوي الحمد لله رب العالمين احنا كمان استنادي وستنى التاتي قبلها من اصعب السنين المرت على العالم كله فاحنا النهاردة لو قادرين نكمل وقادرين نقول ان احنا بننتجه وقادرين نطلع عروض ازياء العالمية برا بكلم عن نفس يعني وقادر اكمل مع فزل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة قوي فاحنا النهاردة المهرجان بقولي شكرا لها اللي بحيلي شكرا للاي نجبر بيتكرر شكرا للاي حد عمل العمل كويس تلفزيون سينما اغاني اي حاجة بس بيشتغل وبيطلع شكل حلو قوي وشكرا للاي كمان منتج قادر يكمل في الظروف الصعبة الحمد لله تقول ايه لشيرين عبدالوهاب كمان وشاف روست الفني بقى محسود ولا ايه لعمليات ازمات وقع ازمة ورد تانية وخصونا ازمة شيرين وهناها كبيرة كمان لا يا بص ازمة شيرين دي هي ازمة شوية مش سهلة بس هي ان شاء الله هي ادىها ادود وهتقوم هي بفنها هي تعتبر مصري هي صوت مصري اصيل وتحب بلادها واحدة اللي انا بنحبها وبنحترامها جدا بس هي طبعا ازمة ويعني هتعد ان شاء الله منها بس هي لازم تكون اقوى من الظروف اللي هي فيها دي ويته يعني تتسلم للطب والطب بيقول كلمته وهي تستمر باكرة ان شاء الله فترة كده ظهرت فيها شيرين مؤخرا كمان بواجد نزايد والاطلالات اخدت بعض التنمر فانت هترد عن ناسة اللي دي تقول ايه انا رايح اسمع شيرين مش رايح اشوف فرستان يعني معلش مع اخترام اللي عايش يتنمر يتنمر هو الاخر هو الغلطان وهو مش كسبان يعني انا راح اشوف مطربة بحبها وبسمع صوتها وبشوف بسمع عجاني حلوة مش بقى اتنمر على لبسها ولا شكلها بالعكس اي كان شكلها جميلة جدا والناس كلها مفيش حد كامل مفيش حد على طول مستمر في نفس النهج اللي شكله بيرفكت وشكله جميل وشكله رفيع وشكله امر يعني الناس كلها بس هي غصب عنها فترة علاجية وهترجع تياني شو الله رب العالمين انا هو يتحبس مين من الفنانات انت ده انا هو يتحبس مين من الفنانات في معرجان الفهار احبس حسين فاهمي قال انا هحبس الفنانات اللي هديك يبزي مش مطافي كان عندي اي اطلاعات شكلها خارجة بتعارف الحمد لله رب العالمين انا بنراي يعني اه الشكل العام اولا والزوء العام فمعندناش اطلاعات خارجة ولا شكلها مش هام فان شاء الله عندنا كم نجمة ان شاء الله كلهم صف اول ان شاء الله رب العالمين لا لا ان شاء الله بس ما هي كمان اسبوع هنقول مثلا مين ان شاء الله بس احنا لسه في ناس متكلمين بالتليفون في ناس حاجزين فساتين كده في ناس بتقول انا عايز افستاني عارفك كم احنا بنحاول اه يبقى ده اطلالات الفنانات صناعة مصرية بنقول كده عشان ما يبقاش تجيب من بره بالعكسة الفخورة ان ده ميدن ايجيبت احنا فخورين كمان بنجمنا سفراء الفن في الوطن العربي واحنا عارفك انا بنقدمنا فساتين دي اعتبر اه الكادوب انا عارفك انا عارفك عشان بساعات ضريبية بيتحسب بشكل اخر وساعات الناس بتحسب لما بمبالغ فيها جدا احنا لنا الشرف ان احنا بتعامل مع فناناتنا المصريات والعربيات وده بص هو ايه يعني خدوا هات خد فستان ففيه شهرة ونجاح وفيه تعلق فبص الكلام ده يعني نام البلانس ما بينهم شكرا جزيلا مرسي شكرا جزيلا مرسي